هكذا بدى جمال القمر قبل أن يغيب ويبشر بيوم جديد للباحثين عن رزقه بسم الله الرحمن الرحيم اتوكل عليك يا الله يوم يبدأه هوات صيد الطيور قبل غياب القمر ولمدة ساعتين بنصب شباكهم في انتظار صيد طائر السمان الملقب بالفر منذ 17 عاما والشاب عبدالله بركة يجد صيد هذا الطائر يترقب أن يقع في شباكه الطير ليركض مسرعا نحوه مبتسما قبل فراره وضمان أنه قد نجح في توفير مصروف يومه وأسرته التي يعيلها بس أنا لما تجيني لرزقه زي هيك جوز جوزين حب فالأشي يعني مش زمان كان يطلع لنا بشكل مش طبيع فر اليوم بطلع لنا ثلاث أربع حبات يعني صدنا الحبتين هدول صدناهم ما صدناش لا حوله ولا وعلى صوت النشيد الوطني الفلسطيني يضبط الرجل الخمسيني ساهر فياض مؤشر مذياعه يجلس على كرسيه ويلتفت يمنة ويسرى ولا تفارق عيناه الشبك حتى لا يفلت ما تصطاده شباكه بالجسبة للصيد هو كمصدر رزق أنه لكل الصيدين في هذا الموسم وفعلا أنا اليوم مبسوط اللي صدت يعني منه بأصرف على البيت بأجيب بعض المسلزمات من أنها تشتبع للصيد ورغم أنها مصدر رزق لعدد قليل فإن سلطة جودة البيئة في القطاع اتخذت قرارا يقضي بحظر صيد طائر السمان كونه من الطيور المهددة بالانقراض كما تقول هذه الطيور مع هذا التناقص الشديد أصبحت أعداد التي تصل إلى سواحل فلسطين منخفضة جدا في حال ما تم حظر الصيد فإن هذه الأعداد ستعود في الأعوام القادمة أكثر بكثير مما هي عليه الآن بطرق ووسائل مختلفة يحاول سكان القطاع خلق أي فرصة عمل تعود بالنفع عليهم ولو لفترة محدودة لا تحقق لهم هذه الهواية ربحا كثير إنما توفر لهم قوت يومهم فقط إن استادوا استطاعوا أن يدخلوا الفرحة إلى بيوتهم التي تنتظر عودتهم بصيد وفير محمد الدور الغد غزة فلسطين